تعاون ما بين وزارة الثقافة، الشركة المتحدة، هيئة الترفيه هل تشوف التعاون على سبيل المثال؟ طيب أنا أقول لك على سبيل المثال بيتعامل صندوق كبير لدعم السنة، السينما صندوق كبير، نحن نتكلم على هذا الصندوق المتحدة موجودة في هذا الصندوق بقدراتها وزارة الثقافة المصرية بقدراتها وقواتها وعراقتها وخبراتها نحن نتكلم على أقدم وزارة ثقافة موجودة في المنطقة بالكامل واحدة من أقدم الوزارات وبنتكلم على بلد عندها بلد عندها أكبر خبرة سينمائية مش بس في الشرق الأوسط بلد عندها تاني أكبر بلد وتاني أول بلد تنتج سينما في العالم فلما يتعامل صندوق كبير لإنتاج ودعم السينما أو لدعم وإنتاج السينما احنا هنا بنتكلم على تعاون ضخم ومثمر بإذن الله سبحانه وتعالى طيب هل هذا التعاون هيبقى بس على مطش الأهلي والزمال لا ده على الكورة بشكل كبير جدا على الرياضة بشكل أكتر التساعة طيب هل بنتكلم على السينما فقط لأنا بقولك هيحصل التعاون على كل مام يمكن أن تتخيله من أنشطة مشتركة تقوم بها المتحدة تقوم بها وزات الثقافة تقوم بها هيئة الترفيه السعودية إلى آخره مهرجانات حفالات إنتاج موسيقي غنائي سينمائي درامي يعني أتمنى أنه يصل كمان إلى مستويات متعلقة بالطباعة والنشر نتكلم على عروض كبيرة جدا تحصل مش بس ما بيننا احنا الاتنين يعني مش بس العروض المسرحية ما بين القاهرة والرياض أنا بحلم بصراحة أنه احنا نشوف عرض كده يجرى يتعمل عن طريق هذا التعاون ونشوف مصرحيات بتتعرض في نيويورك ومصرحيات بتتعرض في لندن نشوف الأفلام بتاعتنا في إطار هذا الدعم وهذا الانتاج المشترك تبقى موجودة في أكبر سينمات في الدنيا نشوفها موجودة في أكبر المهرجانات اللي موجودة في الدنيا وبالمناسبة أنا كلامي ده مش جديد يعني أنا بكلمك على أنا من زمان جدا بالمناسبة اتكلمت مثلا على فيلم أنا اتفرقت عليه كان فيلم سعودي وقت ما ظهرك اسمه وجدة وهذا الفيلم بالمناسبة يعني خلك كل الناس اللي مهتمة بالسينما في المنطقة وفي العالم تلتفت جدا للسينما السعودي يعني قلت الكلام ده من سنين مش بتكلم الكلام ده من نهض عشان قولك شيء بتتكلموا عشان حطر حصل التعاون لا ده يعني أنا بتكلم على ده من سنيني كلمت على ده من سنيني يقولك من ساعة مظهر فيلم وجدة لو تتذكر يعني طيب وأنا بالمناسبة على الواتساب دلوقتي هنقش وليتفراج عشان هشوف هيعمل إيه في مطش الأهلي والزمالك وأكيد هيبقى جزء من الساديو التحليلي الكبير اللي هنشوف فيه أكيد برضو محللين رياضيين مصريين وسعوديين ويعني هنشوف شكل حلو أنا متأكد من زي أولا